سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الفاضل أبا بكر آذاب خير الجزاء والإخوة كذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر أمر له بالعلم فاعلم فدل هذا على أن العلم منه ما هو واجب أن يتعلمه الإنسان ولذلك صحى الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى هذا الحد في صحيح الجامع صحى الألباني رحمه الله تعالى وقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم هو له ولنا من باب أولى وأحرى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كما عند البخاري في الصحيح قال أما إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَرُغْمَ هَذَا يَقُولُ اللَّهُ لَهُ فَاعْلَمُ فمن باب أولى وأحرى لنا أن نتعلم وأن يقال لنا فاعلم وأن نتعلم والمقصود بقوله تعالى فاعلم أي العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء وهو الكتاب والسنة إلا أن جميع الطوائف والجماعات الضال تدعي أنها على الكتاب والسنة ولكن السلفيين يختلفون عن هؤلاء جميعا بأنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم ثم التابعون وتابعوا التابعين ودليلهم أدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم ولم يكتفي وإنما قال وأصحابي فدل على أن فهم السلف الذين أولهم وأفضلهم الصحابة رضوان الله عليهم لا بد أن يكون هو الفهم الأول والأساس للكتاب والسنة ولهذا السبب ضلت جميع الجماعات وفي قوله تعالى فاعلم إشارة بل أمر واضح إلى أهمية العلم علم الكتاب والسنة وجاء في أهميته قول الله تعالى وقل ربي زدني علما قال بعض المفسرين لم يأمر الله لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء إلا من العلم وهذا في جميع القرآن لن تجد وقل ربي زدني كذا إلا من العلم قالوا فدل ذلك على أن العلم أفضل الأشياء على الإطلاق ولهذا كان طلبه طلب العلم هو أفضل طلب على الإطلاق وكان طالبه هو أفضل طالب على الإطلاق وكان أداؤه هو أفضل عمل على الإطلاق قال تعالى في ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى ومن أحسن قولا فيها استفهام إنكاري والاستفهام إنكاري يفيد الإثبات أكثر وأقوى من مجرد النفي المحض فلم يقل الله تعالى لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقولنا لا أحد أحسن هذا هو النفي المحض وكان أقوى منه في الإثبات ومن ومن أحسن قولا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولكن على بصيرة قال ابن القيم البصيرة هي أعلى درجات العلم هي أعلى درجات العلم وهنا شبه يأتي بها قرادة التزكية وهو الذي يتلصق في التزكيات وليس له عمل في الدعوة يقول لا يجوز أن تدعو إلى الله إلا إذا كنت عالما ربانيا والقائل هذا ليس بعالم ولا رباني أو أن تكون مزكى وهو مزكى ولا يعمل في الدعوة والرد على هذه الشبهة قال العلماء جميعا شيخ العثيمين وابن باز والفوزان سليمان الرحيل محمد بن هاد المدخل وا 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 رحمهم الله وحبز الله من بقي منهم قالوا الشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه لتدعو الشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه فإذا تكلمت في آية ودعوت الناس إليها الشرط أن تكون عالما فيها وليس الشرط أن تكون عالما في كل الدين لأنه ليس هناك أحد عالم في كل الدين ولأن هذا الباطل يعارض القول الحق الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرك نظر الله امرئا سمع مقالتي أي مقالة واحدة واحدة مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع فاعلم أنه لا إله إلا الله العلوم كثيرة منها الفقو ومنها التجويد ومنها السيرة إلا أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله في هذه الآية أن يتعلم التوحيد ولا إله إلا الله فسرها شراح كتاب التوحيد قالوا لا إله إلا الله هي التوحيد هي التوحيد هكذا قال الله هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم العقيدة ويعلمها للناس وقد علمه الله هذا بقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إذن نستفيد من هذا أن أهم علم وأعلاه وأفضله على الإطلاق وهو أساس الدين وأساس الإيمان وأساس الإسلام وأساس الملة وأساس الحنيفية وأساس العلوم هو التوحيد والعقيدة ولقد قسم الفقهاء الفقه إلى فقهين فقالوا فقه أكبر وهو التوحيد وفق أصغر وهو ما يختص بأمور العبادات من شروطها وأركانها سننها إلى آخره ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله والذين يفسرونها كجماعة التبليق وأذيالهم بأن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أدى باطل وكذب لأن لا معبود إلا الله يخالف الواقع فهناك معبودات غير الله ولكنها بحق أو باطل باطل ولهذا كان التفسير الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ودليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفيها فئدة أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله تنبيه لطالب العلم الذي يحتار في قراءته للعلوم أو دراسته لها إلى غير ذلك أن يبدأ أول ما يبدأ بلا إله إلا الله بالتوحيد لأنه إذا تعلم التوحيد عرف الله ووحد الله واتقاه فإذا وحده واتقاه علمه الله واتقوا الله ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وفيها فائدة أخرى تنبيه للدعاة أول ما يبدأون في تعليمهم للناس ودعوتهم للخلق أن يبدأوا بالتوحيد ولهذا يقول ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود أن الطفل الرضيع أول ما يتكلم يُلقى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأول ما يطعم يطعم اللبن فاعلم أنه لا إله إلا الله فائدة عظيمة وهي أن الموحدة يذكر بالتوحيد لأن الآية خاطب الله بها إمام الموحدين رسول الله طل الله عليه وسلم فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وفيها رد على المشركين ثم على الإخوان المسلمين ثم على أنصار السنة الذين يقولون إن الناس قد وحدوا قال الله لإمام الموحدين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا هو العمل كما قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل فلا يعمل الإنسان في الدعوة ولا يدعو إلى آية أو إلى حديث أو إلى معلومة إلا إذا تعلمها ووعاها كما أراد الله وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وكما فسر السلب الصالح لا بد من العلم قبل القول والعمل كما ذكر البخاري وغير من العلماء وللمؤمنين والمؤمنات فيها حب الخير للآخرين فاعلم أنت واستغفر أنت ولكن عليك أن تبلغ هذا الخير الذي هو العقيدة والتوحيد لباقي المؤمنين ولباقي الناس وأن تستغفر لهم تدعو لهم بالمغفرة وأن تبلغهم عاد العلم ولذلك سئل بعض السلف عن إخلاص النية في العلم فقال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين قال تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لا يجلس ويستفيد من هذا النور لوحده فإن الله سيلعنه إذا كتم ما أنزل الله من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وصحى الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه قال حتى النملة في جُحرها والحيتان في بحورها ليصلون على معلمي الناس الخير أي أنهم يستغفرون ويدعون الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وبالخير لكل داعية يعلم الناس الخير وهذا يحفزك لطلب تعلم العلم لأنك لم تدعو إلى الله إلا إذا تعلمت الدعوة ودعوة السلف قائمة على العلم النافع الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح فهي دعوة علمية وما ضاعت هذه الجماعات وتلك الأحزاب وتلك الفرق إلا لأنها قامت مقبل رحمه الله تعالى يتكلم عن ضلال أنصار السنة في السودان ومصر بالإسم بل إسم قال السبب في ضلالهم أنهم لم يعتنوا بالعلم الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور سئل عن ضلالات عن الضلالات التي وقعت فيها جماعة أنصار السنة مؤخرا وكان في آخر زمنه رحمه الله تعالى قال السبب أن هؤلاء لم يتعلموا فدعوتنا هذه كل من أراد أن يستمر فيها فعليه بالعلم والإخلاص ومن فقد واحدا منهما ولم يرجع ولم يتب فقد الدعوة كلها ولا يعني هذا أن كل الناس لا بد أن يصيروا علماء هذا مستحيل وإنما نعني به أن يتعلم الإنسان ولو العقيدة وما يصح به العبادة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم إلا أن العلم يحتاج إلى صبر وفيه تعب وفيه محاذير أما الصبر فتصبر على الجوع وتصبر على العطش وتصبر على مر الجفاء من معلم وتصبر على طلب العلم واعلم أن الله تعالى قال وما صبرك إلا بالله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأفضل الصبر وأطعمه وألذه ما كان صبرا في تعلم العلم هذا أعظم الصبر وأما المحاذير وهذه مهمة مهمة جدا أولا عدم الجدال الغير نافع بل الضار في كثير من الأحيان فإن كثيرا من الناس من يتجادلون في أشياء وعلوم الأول يجهل بها والثاني أجهل من الأول ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا ولأن المراء في العلم بلا علم هو قول على الله بغير علم وقد قال تعالى وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع لا أعلم ثانيا من آفاته التسرع في الفتوى أخبرني بعض الإخوة أن بعضهم كفر رجلا من العوام لأنه رفض النصيحة في مسألة التمائم والحجبات وعابه آخر من الإخوان فبدعه وقال أنت مرجي فكفر وبدعه في أقل من نصف دقيقة وكله جهل وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من الجهل ومن عدم العلم فلا يتسرع الإنسان في الفتوى ولا يتسرع في الحكم على الناس بغير علم ولا يتسرع في إجابة السائلين وهو لا يعلم شيئا من الدين إنما من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم فهذا معاذ بن جبل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاه الألباني في صحيح الجامع الصغير قال وأعلم أمتي كلها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقال عنه يسبق العلماء برتوة ورغم ذلك لما قال له أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال الله ورسوله أعلم وهؤلاء هم الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وهم الملائكة الرحمن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأول شيء يتعلمه طالب العلم في سيره في العلم أن يتعود أن يقول الله أعلم وأن يعلم أنه جاهل بما لا يعلم جاهل بما لا يعلم وأن لا يتكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم ومن آفات العلم أيضا البحث عن الغرائب وهي الطريقة الشاويشية البحث عن الغرائب والشواذ فيأخذ من كل عالم ما شذ فيه وأبطل وأخطأ فيجتمع في قلبه وعقله ليس الحق وإنما كل الباطل فيصير هو باطل وزناً ومعنى حقيقةً ومجازاً إن كان هناك مجاز في اللغة ومنهجه عاطل كما حدث لهؤلاء وأولئك ومن آفات العلم الحسد أن يحصد الطالب الطلاب من إخوانه أو يحصد شيخه بما فتح الله عليه من علم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً فيحصده والحسد يدخل حتى في قلوب الأفاضل ولكن الفاضل منهم من يحاربه والباطل منهم من يستجيب له ومن استجاب للحسد الحسد أيضاً يؤدي إلى آفات أخطر من الحسد قد يؤدي إلى القتل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب لأنه قال بعضهم اقتلوه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً فيؤدي أحياناً إلى إرادة القتل أو إلى القتل كما يحدث الآن ويؤدي إلى الكذب فيكذب الحاسد على من حسدهم بما ليس فيهم بما ليس فيهم وهذا حاصل الآن وفي كل زمان ومكان إلا من رحم الله تبارك وتعالى وعلاجه أمران رئيسيان أن تعلم أن النعمة التي من أجلها حسدته من الله وأن تلجأ إلى الله الأمر الثاني تلجأ إلى الله أن يعطيك أفضل منه وهو على كل شيء قدير وتلجأ إلى الله أن يعافيك من الحسد وباقي أمراض القلوب ومن آفاته التسرع والتعجل في أخذ العلم كله قال السلف من رام العلوم جملة ذهبت عنه جملة هكذا قال العلماء وإنما كانت طريقة الصحابة التأني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز العشر آيات وهم أهل اللغة ويفهمون القرآن ويفهمون السنة أكثر من غيرهم إلى يوم القيامة رغم ذلك كانوا لا يتعجلون كنا لا نتجاوز العشر آيات لا نتجاوز يعني آية واحدة أو يأخذون آيتين أو ثلاثا أو أربعا إلى تسع إلى عشر لا نتجاوز العشر آيات فنحفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهمها منه إذا لم يحفظوها ولم يفهموها لا يأتوا إلى الآيات الأخرى فنطبقها وننقلب نعلمها أهلنا فتعلمنا العلم والعمل معا والتعجل هو سبيل الشيطان وقد قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان روى ابن عساكر وصحاب الألبان في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى ومن المعينات للعلم تقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وهذا أعظم سبب في تحصيل العلم وفي حفظه وفي فهمه وفي تبليغه أن تتقي الله في نفسك أولا تفعل الأوامر وتنتهي عن النواهي ثانيا الاستعانة بالله قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي أي يا ربي زدني علما الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسؤال الله كما قال ابن القيم كان شيخ الإسلام في أول أمره يخرج بعد العصر إلى الصحراء فيتلفت يمينا ويسارا حتى إذا لم يجد أحدا من البشر رفع يديه إلى السماء وقال اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني قال ويدعو بهذا الدول ويبكي لله ويتمره في التراب لله سبحانه وتعالى فإذا اعتمدت على قوتك أو نشاطك أو على قوة حفظك إلى آخره فأنت مخذول ربما تحفظ وتتعلم وتصير مبتدعا خارجيا سروريا إخوانيا صوفيا حزبيا إلى آخره كحال من حفظ وتعلمه وضع ولم لا أقول لم تستفد الأمة من علمه بل لم يستفد هو في نفسه من علمه وضل بسبب علمه ثم التواضع كلما تعلمته اعلم أنك ما زلت جاهلا لتتواضع في الصحيحين قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام قال الخضر حينما جاء العصور فأخذ نقرة أو نقرتين من البحر قال الخضر لموسى عليهما السلام ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصور من البحر ما علمي الخضر نبي فإذا بلغت وعلمت ما علمته أممت أولا من سؤال الله يوم القيامة لا تزول قدما عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعما عمله فيما علم وفي القبر ما ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ويسأل في رواية عن ما عمله فيما علم في قبره ويوم القيامة كذلك وأعظم ما تبلغونه للبشر هو التوحيد الذي في تبليغه المشاكل والقتل والذبع والسجن والابتلاءات إلا أنه طريق المرسلين وطريق الأنبياء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آدى وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أجمعين ترجمة نانسي قنقر